لا تزال سريلانكا تعيش على وقع هجمات دامية أودت بحياة المئات في كولومبو وفي مناطق أخرى قريبة تستمر الضغوط على المسؤولين السياسيين لشرح أسباب عدم التدخل بعد ورود تحذيرات استخباراتية قبل وقوع الهجمات حيث قال رئيس فرلمان سريلانكا إن مسؤولين كبار تعمدوا حجب معلومات استخباراتية تفيد باحتمال تعرض البلاد لهجمات إرهابية تابع أنه تم تلقي معلومات من الهند في الرابع من أبريل نيسان تفيد باحتمال وقوع هجمات انتحارية على كنائس وفنادق والسياسيين الحكومة أعلنت عن سلسلة إقالات مقبلة في أجهزة الأمن وفي قيادة الشرطة في أعقاب هجمات عيد الفسحة وتحقق السلطات في أعلان داعش مسؤوليته عن الهجوم الذي يعد من أعنف الهجمات المسلحة على مدنيين في آسيا وتهمت الحكومة جامعة التوحيد الوطنية بالوقوف وراء الهجمات قالت أن السلطات تحقق فيما إذا كان المنفدون قد حصلوا على مساعدة من الخارج الشرطة حتى الآن أعلنت عن اعتقال 58 شخصاً منذ التفجيرات التي سادفت الكنائس والفنادق وتقول الحكومة أن الهجمات نفذها سبعة انتحاريين على الأقل وقال القائد السابق لجيش سريلانكا وأيضاً وزير التنمية الإقليمية إنه يعتقد بأن التفجيرات التي وقعت يوم الأحد لابد وأنه جرت تخطيط لها طوال سبع أو ثماني سنوات على الأقل الأعداد الضخمة لضحايا موجة الهجمات التي شهدتها سريلانكا دفعت صحيفة الڭارديون البريطانية لاعتبارها واحدة من بين أسوأ الهجمات الإرهابية في العالم منذ أحداث 2001 ترجمة نانسي قنقر